بعد التصعيد بين واشنطن وطهران دخلت لندن على خط التصعيد أيضا إثر احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق تبعه احتجاز إيران للناقلة ستينا إمبروال بريطانية وهما أثار تساؤلات حول سلامة النقل الدولي في مضيق هرموز ومستقبل العلاقات الغربية مع إيران خطوة تصعيدية من قبل إيران وصفتها بريطانيا بأنها خطيرة واستدعت على خلفيتها القائمة بالأعمال الإيراني ونصحت أيضا سفنها بتجنب المرور في المضيق فيما تجهل الإيرانيون الدعوات التي وجهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن الناقلة وزير الخارجية البريطاني جيرميهان قال إن بلاده تسعى لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرموز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع عالم بريطانيا ووصف الوزير الاحتجاز بأنه خرصنة دولة فيما حذر من أن استمرار طهران على هذا السلوك سيكون ثمنه وجودا عسكريا غربيا أكبر على امتداد سواحدها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا في اتصال الهاتفين على العمل سويا لضمان أمن الملاحة في مضيق هرموز وأدان احتجاز إيران للناقلة النفطية وتنظر عواصم غربية لاحتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في أهم ممر ملاحي في العالم لتجارة النفط تنظر إليه على أنه تصعيد عسكري من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصعيد الإيراني ضد بريطانيا يؤكد أنه كان محقا بشأن موقفهم من إيران التي أسقطت لأمريكا طائرة تستطلع مسيرة بذريعة اختراقها المجال الجوي الإيراني مراقبون أشاروا إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران على خلفية تجديد واشنطن عقوباتها على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النموي وأكدوا أن إيران تمضي في مغامرات عسكرية غير محسوبة بمضيق هرمز ستكون عواقبها وخيمة عليها إلا إذا كانت شريكة في تلك اللعبة التي تديرها القوى الغربية المسيطرة على المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر